حذرت منظمة اليوسيف من ارتفاع عدد الضحايا من بين الأطفال جراء حملة القصف التي تشنها قوات التحالف العربي على الحثيين في اليمن وقال متحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي بجونيف أن أكثر من ثلاثمائة وستين طفلا قتلوا في الغارات وأصيب المئات أرغم القصف المكثف وحرب الشوارع أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة مدرسة على إغلاق أبوابها منذ السادس والعشرين من مارس أذار الماضي ودفع التلاميذ وأسرهم للنزوح نحو مناطق أكثر أمنا ما لا يقل عن مئتين وثمانية وأربعين مدرسة تعرضت لضرر مباشر كما أن مئتين وسبعين مدرسة يشغلها النازحون وثمانية وستين مدرسة استولت عليها جماعات مسلحة